يشهد الدخل الإسرائيلي حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب تباين وجهة النظر بين القيادتين السياسية والعسكرية ومع تهديد كل من بني جانتس وجادي أيزنكوت بالانسحاب من حكومة الحرب يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو تعنته للبقاء في منصبه السياسي لأطول فترة ممكنة حالة من الغليان السياسي تسيطر على المشهد الداخلي في إسرائيل على خلفية التساع هوة الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية فيما يتعلق بالحرب على غزة فعلى وقع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يواصل جالند التي عبر خلالها عن رفضه التام للاحتلال العسكري لقطاع غزة إدراكا منه بخطورة المناورة السياسية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ووزراء حكومته المتطرفة حكومة نتنياهو تحاول توظيف المفاهيم العملياتية لإدارة الحرب في غزة بشكل سياسي بهدف البقاء في المشهد السياسي أطول فترة ممكنة دون النظر إلى الاعتبارات والحسابات العسكرية لطول أمد تلك الحرب أو السيناريوهات المتوقعة في اليوم التالي وهو ما سيوقع تل أبيب فيما وصفه وزير الخارجية الأمريكي بالمستنقع في ظل تعنت نتنياهو وحكومته المتطرفة وميلهم للاحتلال العسكري لقطاع غزة على مستوى آخر تلقي تلك الانقسامات بظلالها على مستقبل حكومة الحرب فتصاعد الخلاف بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل له نكاسات على تزايد الخلاف بين أعضاء حكومة الحرب الحالية خاصة في ظل تأييد كل من بني جانتس وجادي آيزينكوت عضوي المجلس دعوة وزير الدفاع كما هدد مرارا بالانسحاب من حكومة الحرب خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة لليوم التالي للحرب في غزة هذا الانقسام الداخلي في إسرائيل من شأنه أن يقلل فرص رهان رئيس الوزراء الإسرائيلي على استقرار الاتلاف الحكومي نتيجة إذعانه للابتزاز السياسي الذي يتعرض له من قبل شركائه في الاتلاف ومرونته في التعامل مع مطالبهم بشأن إدارة الحرب والسيناريوهات ما بعد انتهائها تلك التبايونات التي تتسع يوما بعد يوم بين المؤسسات الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري بدأت آثارها تظهر في تقديم مسؤولين كبار استقالاتهم من أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أهرون هاليذي وهو ما أفضى في النهاية حسب متابعين إلى تآكل شرعية الاتلاف الحكومي الإسرائيلي يأتي هذا في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد الإسرائيليين لبيني جانتس تفوق نسبة تأييدهم لرئيس الوزراء بن يمين نيتانياهو وبحسب استطلاع أجرته القناة الثانية عشر الإسرائيلية فإن نسبة تأييد نيتانياهو تبلغ 32% وترتفع بين ناخيب حزب الليكود إلى 35% أما جانتس المنافس السياسي الرئيسي لنيتانياهو فهو الأكثر شعبية حيث تبلغ نسبة تأييده بشكل عام 35% ويرتفع هذا الرقم إلى 42% بين ناخيب يسار الوسط بمجرش הפوليطي وأني אינني متكוון